ها يا حسن مش ناوي تتكلم وتقول الكوكايين اللي لقناها في الورشة بتاعتك ده اجيبته منين انا اصلا معرفش ازاي في حاجة زي دي في الورشة انا متأكد ان في حد ده سلنا الزفت ده مين ممكن يعمل فيك كده يا حسن الكمية اللي لقناها في الورشة تجيب لك 25 سنة او مؤبد مين ممكن يكون بيكرهك للدرجات دي علشان يحط لك الكمية دي كلها حسن انت موقفك اسوأ من عامر لان الورشة مكتوبة باسمك وعامر كتيره وحيخرج بكفالة وانت اللي هتشيل الليلة لوحدك رغم ان سمعتك وكلام الناس كله في صفك وكلهم قالوا انك مستحيل تكون بتاجر في اي حاجة زي دي لكن ده اللي قدامي ساعدني ساعدني علشان نعرف مين اللي عمل كده لان انت اللي هتروح في الرجلين حتى لو عامر هو اللي بيتاجر قلنا بيجيب الحاجة دي منين وكان ناوي يديها المين وصدق ان انت هتخرج منها حسن قعد على الكرسي وهو حاسس ان الدنيا بتلف بيه ومش قادر ياخد نفسه انا معرفش مين اللي ممكن يعمل معايا كده بس اللي متأكد منه ان عامر مستحيل يعمل حاجة زي دي وانه مالوش علاقة بالموضوع ده كله وقوه بعدين فكر فيها انا وعمر بنشتغل في الميكانيكا ودخلنا المادي بيكفي مصارفنا هنجيب منين الفلوس اللي تخلينا نشتري الكمية زي الحضرتك بتقول عليها دي ده احنا عايشين في الدنيا بنقول يا رب يا رب كملها بالستر كل الشباب اللي زينا مطحونين علشان يعرفوا يعيشوا بالحلال وبعدين انا لو معايا فلوس كتير قوي كده كنت حجزت في مستشفى خاصة لمراتي اللي قربت تولد دي وقاعد نستني جمعية بعملها علشان اقبضها وولدها بيها للعسف يا حسن كلامك ده مش هيفيد بحاجة لانه ممكن برضو تكون واخد البضاعة تتصرفها لاصحابها الحقيقيين ولو قلتلنا هو مين صدقني هيفرق معاك ويخفف عنك كتير وإلا صدقني يا ابنك اللي انت مستني ده هيخرج مش هيلاقيك بس انا ما عنديش حاجة تانية اقولها يا بيه انا قلت كل اللي عندي الحاجة دي مش بتاعتي ومتأكد ان في حد ده السحف الورشة لان عامر لا يمكن ومستحيل يعمل اي حاجة زي دي وكل النيابة طلب من العسكرين يدخل عامر وبدأ يستجوبه هو كمان وما كانش عنده اي معلومة تفيد مين اللي عمل كده وكل النيابة حاول يستدرجه ويخليه يقول ان حسن هو اللي بيتاجر في الحاجة دي او بيصرفها لملكها الاصلي حاول يغري انه هيخرج لو اعترف على حسن انه هو صاحب الحاجات دي وخصوصا لان عقد الملكية باسم حسن لكن عامر نفع علاقة حسن بالمقدرات دي وانه مستحيل يكون له اي علاقة بيها واكيد ان فيه شخص هو اللي دسها ليه عد وقت كبير في التحقيقات وكيل النيابة البديء يعني ده اخر كلام عندكم اكتب يا ابني امرنا نحن وكيل نيابة اكتب عندك النيابة بحبس المتهمين حسن محمود الصياد وعامر عبدالرحمن نجاتي اربع ايام على زمة التحقيق خدهم يا عسكري حسن دخل الحجز وقاعد في اول مكان فاضي وهو حاسس ان رجليه مش شيلاء الساعة دخلت على 12 بالليل وهم مش فاهمين ندرة راحت بعد ما عرفت من جليل مكانهم موسى اول ما شافها الداي ان بنته تدخل مكان زي ده ندرة راحت نحيته بلهفة حسن فين يا ابا ايه اللي جابك هنا يا ندرة هو انا قلت ايه مش قلت ما حدش يجيه مجيش ازاي بس يا بابا فاهمني بس في ايه وحسن اعمل حاجة لحد يعني حدش تكياء احنا ممكن نتفعله غرامة اوي حاجة بس يخرج غرامة ايه بس حسن متهم انه بيتاجر في البدرة والممنوعات ويتنقل من الاسم للنيابة واجابوه هنا في الاخر ندرة بستطلب صدمة لا 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 حسن لا يمكن يعمل حاجة زي دي ايه لها بلده يا ابا اكيد في حاجة غلط حسن فيه موسى بص لها بحنان ومسك ايديها علشان يمشوا لكن هي شدت ايديها منه بسرعة انا مش همشي غير لما اشوفه بلا عليك يا ابا اعمل اي حاجة يا حبيبت الوقت اتأخر وانت تعبانك وبعدين هتيجي الصبح بدري والمحامي هيتابع معك بس خلينا نروح دلوقتي وانا وعدك هجيبك الصبح بدري هنا هي 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 دعاء فين مش كانت معاك الصبح موسى بص في الارض بأسف والدته ما استحملتش الخبر يا بنتي وقعت من طولها ونقلناها المستشفى بس حسن ما يعرفش حاجة ندرة بصت له بدي وهي بتعيت ومش مصدقة انا عايزة اشوفه يا بابا ارجوك مش بييد يا ندرة سدقين ممنوع الزيارة او الدخول حسن واقع في مصيبة كبيرة ولازم نهدى ونفكر ازاي نخرجوا منها بس دلوقتي لازم نمشي انا هروحك البيت وروح المستشفى اتطمن عالست دعاء هي مش معاها حد غير تبارك وما ينفعش يكونوا لوحدهم يلا يا بنتي يلا يلا الله يرضى عليك الوقت اتأخر قوي وانت شكلك تعبانة ندرة مشيت معاه وقلبها متعلق مع الشاب اللي ورى الجدران ومش قادرة تشوفه تاني يوم في شركة الخواجة نيكولاس مينا كان مع المحاسب المالي وهم بيتكلموا وبيرنق على حسن وعمر علشان يتفقوا على المعاد اللي هيستلموا فيه عمولتهم لكن موبايلاتهم كانت مقبولة مينا قلب جدية شوف يا معتز عايزك تخلص كل المعاملات المادية الخاصة بينا وتقفل دفاتر السنة دي وتشوف الديون المعدومة لينا وكمان لازم توزع الأرباح بتاعت السنة وعمل مكافأة للعمال بتوع المصنع هما الفترة الأخيرة بزلوا مجهود كبير ولسه الفترة الجاية في شغل كتير دي أوامر نيكولاس بيه حاضر بس ما لك واضح انك مشغول بحاول اتواصل مع حسن أو عامر واللي اتنين تليفوناتهم مقفولة مش عارف اوصلوهم بقولك اعرف لي عنوانهم وانا هخلص شغلي واروح لحسن اوكي في الاسمه على العصر تقريبا حسن ما كانش نام ولسه صاحي وهو بيفكر مين اللي عمل كده شكله كان متبهدل وباين عليه الارهاق العسكري فتح الباب ونادى على اسمه ايوة تعال وكيل النيابة عاوزك حسن خرج معاه ومشي لحد مكتب وكيل النيابة دخل لقى ندرة وتبارك قاعدين ندرة اول ما شفته قامت جرت عليه بسرعة وحضنته بدون ما تهتم من الموجودين وكيل النيابة خرج واسب لهم مساحة علشان يتكلموا ندرة قالت بخوف ايه يا حسن في ايه ليه بيحصل كل ده في ايه ها انت مش هتخرج معايا ده نو بحر مستنينك ايه موضوع المخدرات ده وانت كويس شكلك تعبان حصل لك ايه حد اعملك حاجة حسن غمضاني بتعب وهو حضنة وما كانش عاوز يتكلم لكن مجبر لان الوقت بدأ يفوت ويعدي ظلم يا ندرة ظلم يعلم ربنا ان ما فيش قرش حرام دخل جيبي والله العظيم ظلم انا عمري ما هكلك من فلوس حرام مش محتاج تبرر انا لو شفتك بنفسك معاك المخدرات هقول لا يمكن يعملها يا حسن انت لازم تعرف مين اللي بيعمل فينا كده وهو أعمل كمان تفتكر فريد ولا الرجل اللي انت كنت مسك عليه صور الاسم وعرفة ده ولا مين يا حسن 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 نهتها بانا وما كانتش خالص وما لمحها بعد مزك اديها وقعادها على الكرسي انت ليه ما كلتيش يا ندرة وشكلك كمان ما نمتيش وبعدين ازاي تيجي لحد هنا انت هتخرج دلوقتي وهتروحي مع ابوكي وانا هتصرف متقلق ايش يا ندرة ما قلقش يا حسن ده انا بموت من الغوف اكل ايه وشرب ايه دلوقتي انت بيقولوا فيها حبس وحاجات كتير يا حسن حسن ابتصم غصب عنه علشان يهديها صلى عن نبي كده وهدي وان شاء الله خير خير يا ندرة ما احنا وهتعدي بس انت دعيلي المهم امي كويسة عملتي لما عرفت وهي فين دلوقتي ندرة بلعت رقها بتوتر موجودة بس احنا صممنا انها ما تجيش وهي في البيت وبابا جاب محامي كويس وهو انت بتكذب يا ندرة امي انا عرفها كويس لا يمكن تفضل في البيت وانا هنا امي فين يا ندرة امي حصلها حاجة ندرة ما قدرتش ترد عليه وفضلت تعيط امي فين يا ندرة انطائي هي كويسة صح ايه ده يا حسن هي كويسة بس يعني لما سمعت الخبر ما استحملتش واغمع عليها ونقلوها المستشفى بس الدكتور قال انها كويسة يعني بس هو محتاجين يزبطه الضغط والسكر بس ويومين وهتطلع على طول المهم افكر في القفسك دلوقتي يا حسن حسن قعد وغصبه عنده دموعه نزلت على والدي هتكون كويسة صدقني يا حسن حسن مسح دموعه بسرعة وهو بيحاول يتماسك ندرة خليكي معاها ومع تبارك همه ملهمش غيري وقول لهم اني كويس وان شاء الله هخرج من هنا حاضر يا حسن حاضر بس تفلع عليك هون على نفسك كده ممكن يجرى لك حاجة انا كويس بصي هو في الموبايل بش عارفة تقريبا في البيت طب بصي افتحيه وخل ابوك يكلم واحد اسمه مينة هو محامي شاطر وهيقدر يساعدنا وان شاء الله عامر يخرج هو كده كده الورشة مش باسمه يعني ايه يعني هو يخرج وانت اللي تلبسها يا ندرة بوس ايدك انا مش قادر اناقشك دلوقتي اعملي بس اللي قلتلك عليه حاضر يا حسن بس خليك فاكر اني مش هسمح انك تبعد عننا وهترجع تاني وهتروح معنا صدقني ان شاء الله ان شاء الله يا ندرة ندرة خرجت وهو وكيل النيابة دخل وكمل تحقيقات مع حسن لكن ما فيش اي جديد وبعد مرور شهر ونص مينة قدر يخرج عامر من الموضوع لانه مش مالك المكان اللي تواجد فيه الممنوعات لكن ما قدرش يعمل اي حاجة الحسن لان مالك المكان وهو اللي بيكون في الورشة اغلب الوقت ولان ما فيش اي حاجة دين اي شخص غيره ما كانش فيه قدامهم غيره يتهموه والدته خرجت من المستشفى والكل كان حزين ومتدايق حتى اهل الحارة والمنطقة اللي هو ساكن فيها وكل اللي يعرفوه في المحكمة العليا معاد الجلسة التانية الحسن واللي هيتم الحكم عليه فيها العسكري دخل بحسن قاعة المحكمة وفي ايده الكلبشات كلهم راحوا نحيته وهو بص لهم بلهفة ندرة بقت في اخر شهر في حملها كان نفسها يبقى جنبها وبحر كمان يمكن تولد شوية في الشهر ونص دول كلهم كانوا موجودين والدته وطبارك وجزها وجليلة واختها ونوال وندرة وبحر ومرجانة ومين المحام بتاعه وموسى وعامر وعبود صاحب القهوة كلهم موجودين حتى اسلام الشاب اللي سعده اني يلاقي شغل وصمارة وبرا القاعة كان في ناس كتير جايين بصلهم وبالعريقه بصوبة وهو شايف البدلة الزرق اللي لبسها دخل ورا الحديد دعاء قالت بلهفة ما تخافش يا حسن انت ابن حلل وعمرك ما ازيت حد وربنا شاهد وهيبرقك منها يا ابني نادر قالت بدموع حسن انت هتخرج منها صدقني وبعدين الدكتورة قالتني اني حمل في ولد وخلاص كلها كم يوم انا عاوزك تكون معايا مش هقدر أبقى الواحد يا حسن حسن خرج ايده ومسح دموها بحب سمحي والله العظيم لو كنت عرف اني هأزيكي معايا كده ما كنتش حبيتك ولا تجوزتك بس الغالبان في البلد دي بيجوا عليه اوي يا نادر اوي واحنا ملاش ضحر ظلموني وانا بظلمك معايا وبظلم الطفل اللي جاي ده بس وعد عليها لو ليه عمره خرجت المرة دي الحساب هيبقى تقل اوي اوي يا نادر وله بكوا بدل الدم ودم مش هرحمهم مينة قال باسف حسن ما فيش اي دليل على فريد او طاها ولما جبتهم المحكمة في الجلسة اللي فاتت انكروا اي حاجة وهم اكيد مش هيتكلموا بس انا هحاول باي طريقة تانية ما تقلقش الخواجب نفسه بيقولك اتطمي وانه هو اللي هيتولى الموضوع انا اسف يا حسن والله يا صاحبي ما عارف حاجة ازاي دي ازاي دخلت الورشة ما تخفش احنا معاك واسلام قلبي جدية ما تقلقش يا جدع ده تساعدتني وانت ما تعرفنيش ربك كريم اوي وان شاء الله هتخرج النهاردة حسن ابتسم ونزل على ركبته وما دي ايده البحر اللي كانت بتعيط طب بتعيطي ليه دلوقتي عشان انت سبتني يا ابو علي وانت وحشتني اوي وخيفة سبني وكمان ندرك كل يوم تعيط وانا مش عارفة امسح دموعها انا وعادتك اني مش هخليها تعيط بس انا خطفت وعدي ليك ومش عارفة اخليها تبطل عياط وكمان انت زعلان انا مش زعلان يا ست بحر انا معايا ربنا ومش خايف بصيلي كده وارفعي وشك ايوة كده اوعي توطي راسك ولو ما خرقتش معاكم النهاردة لازم تخلي بالك عليها وعن نونو الصغير لحد ما ارجع ماشي ندر عياطته وبعدت عنه ادتهم ضهرها وهي مش قادرة تستحمل حسن بصلها وبصل والدته بتعب انا كويس ما تقلقيش علي القضاء دخلوا القاع وكل واحد اخذ مكانه وبدأ القاضي يقول المقدمة لحد الجملة اللي سرقت منهم انفسهم حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسن محمود عبدالتواب الصياد بالحبس خمسة وعشرين سنة مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة كلهم اتصدموا وحسن بقى حاسس بروحه بتخرب منه والعسكري بيشد وبيحاول يخرج واستصرخت والدته واخته نادرة فضلت مكانها ودموعها بتنزل ولسه صد الصوت بيتردد في ودنها يعني ايه خمسة وعشرين سنة يعني ايه ضيع شبابه وورا القطبان ظلم جليلة قعدت جنبها وحضنتها وهي بتعيط هي ومرجانة يعني ايه يعني ايه يعني ايه خمسة وعشرين سنة يعني ايه ليه الظلم ده كله ليه 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 هو ما يستهلش كل ده ولا اللي زينا ينبس عليهم بالجزمة هو يا رب ما كانش طمعا كان نفسه بس يربي ابنه معايا ويعمل عيلة كبيرة ليه كل حاجة تتهد كده منهم لله منهم لله منهم لله اللي كانوا السبب رحمتك يا رب اهدي يا نادرة اهدي اهدي وان شاء الله هيعملوا استقنافه وهيطلع منها وبعد عدة ساعات كانت نادرة في قضيتها وهي سكتة مش قادرة تعيت من الصدم مش فهمة في اي حاجة لكن واجعها دلوقتي اقل من ان الدموع توصفه فيه صرخة مكتومة جواها مش قادرة تطلعها في عربية الترحيلات حسن كان بيبصل الطريق من الفتحة الصغيرة اللي في العربية مستغرب الحياة وانه في النهاية في المكان ده رغم انه ما كانش طمعا في حاجة كان نفسه بس يكبر بتعبه لكن مش مكتوب له كل الطرق اتقفلت عليه يا رب يا رب انا تعبت قوي انا شلت تقيلة قوي قوي يا رب امي واختي وامراتي وابني اللي لسه ما شافش النور يا رب انت العدل وعارف اني ما ظلمتش حد انصفني يا رب انصفني مش علشاني علشان اللي فرقابتي عشان ابني يا رب ابني اللي اتحكم عليه بقى يتيم من قبل ما اتولد بس يا رب انا صبري نفس يا رب وانت عالم يا رب عالم نشيد قد ايه ولو اخر نفس فيها فريد نهيتك التوابكة تبقى على ايدي هخلكوا تبكوا تتوسلوا عشان ارحمكم بنا الايام وكما تدين تدان